ولذلك القيام بقصف بمقر أمني تابع إلى هيئة الحجد الشعبي ويتعمل ضمن قيادة العمليات المشتركة وتأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة والذيها قانون من قبل البرلمان لهيئة الحجد الشعبي ضمن القوات الأمنية العراقية بسياقه الدستوري وهذا بالتالي ما جعل الحكومة العراقية تراجع وضع التحالف الدولي لكونه خرج عن المهام الأساسية الخاصة بالمساعدة والاستشارة وكذلك التمكين وهذا بالتالي ما جعله سيد رئيس وزراء يتخذ قرارا حقيقة بعد الدعم السياسي الكبير الذي تلقاه من قبل القوى السياسية العراقية لمؤزرة الحكومة في قرارها الوطني وسيادتها في إدارة القرار الأمني وبالتالي اللجنة المشتركة ما بين العراق والتحالف الدولي والتي ستبدأ أعمالها خلال المرحلة المقبلة بعد أن يأذن لها سيد رئيس وزراء ويحدد مسارها الزمني فبالتالي هذه اللجنة ستعمل على إخراج التحالف الدولي من العراق بعد أن انتهت مهامه الأساسية وهي المهام التي كانت في مجال مكافحة الإرهاب والتي كان من المفروض أن تراجع منذ عام 2017 لكن الأجواء السياسية التي مرت على العراق لم تسمح للحكومات السابقة بالوصول إلى هذه النقطة والآن الفرصة مؤاتية لإنهاء هذا الملف والعودة بإعلاقات ثنائية متبادلة مع جميع الدول بصورة مستقرة وهل تعتقد دكتور حسين أن العراق سيكتفي بإخراج قوات التحالف في حال ما تم توصل الاتفاق بين الطرفين من خلال اللجنة التي أمر بها رئيس الوزراء بتشهيلة أم أن الأمر ربما سيصل إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين بغداد وواشنطن وفي حال حصول ذلك يعني ما هي التداعيات المحتملة لخطوة كهذه وهل يملك العراق ترف أن يطلب أو يقتع العلاقات مع واشنطن يعني المحدد الأساسي لمسار هذا السياق حقيقة هو المصلحة الوطنية العليا للدولة العراقية ومصلحة الشعب العراقي ولذلك السيد رئيس وزراء أستاذ محمد الشعب السوداني حريص جدا حقيقة على إدارة هذه المصلحة الوطنية وحمايته وصيانته وتعزيز حقيقة أواصرها وهذا بالتالي ما يجعل هذا المسار وهذا السياق مرتبط بهذا المحدد وكذلك بالمقابل المسار الآخر وهو المسار الفني الذي ستحدده كذلك الأجهزة العسكرية والأمنية والاستخبارية في إطار وتحت مضلة قياة العمليات المشتركة وهذا بالتالي ما سيجعل هذه اللجنة هي ذات عمل فعال وذات عمل مهني وذات عمل كذلك بالمقابل ينظر للمصلح العليا للدولة العراقية من جهة وكذلك للتوقيتات الزمنية التي سيحددها القائد العام للقوات المسلحة وكذلك إلى السياق الأساسي وهو إنهاء مرحلة الحرب على الإرهاب هنا في العراق وتعزيز مرحلة بناء السلام والتنمية والازدهار الاقتصادي وهو ما سعى عليه السيد رئيس وزراء خلال الأشهر الماضية والسنة الأولى من عمر الحكومة قد مرت وكانت منجزات عديدة حقيقة بهذا المسار سواء في الموازنة الثلاثية أو اطلاق حزم المشاريع أو اطلاق كذلك البرامج الاقتصادية والصناديق السيادية وكذلك بالمقابل إعادة تعزيز دورة الدينار العراقي وتعزيز كذلك قدرته بأمام سعر الصرف للعملات الأجنبية في مقدمتها الدولار وحوكمت كذلك إدارة النقد الأجنبي في العراق وتطوير القطاع المصرفي والقطاع الاقتصادي الذي هو كفير حقيقة بتعزيز الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة بالإضافة للتشريعات القانونية التي ننتظرها من البرلمان العراقي خلال الدورة التشريعية المقبلة بعد انتهاء العطلة الخاصة بالبرلمان وكذلك الانتخابات الخاصة بالبرلمان وكذلك مجالس المحافظات ومباشرة هذه المجالس للعمل بعد انتهاء الانتخابات الناجحة التي إدارتها الحكومة العراقية وكذلك المفوضي العليل المستقل للانتخابات نعم اشتركوا في القناة